طيب في رأي حضرتك بقى يهمنا نعرف أكتر عن الكتابة النرويجية ويمكن اللي معدوش معلومات عن الكتابة النرويجية أو عن كمان الكاتب النرويجي اللي فاز بجائزة نوبل يون فوسي نحب نعرف أكتر عنه ونحب نعرف أكتر عنه أكتر ما يميز الكتابة النرويجية طبعا يون فوسك أديب نرويجي هو يمثل هذه المنطقة الهادئة جدا من العالم في أكتر شمال الكرة الأرضية وأكتر شمال أوروبا فهو يعني مش الكاتب اللي بينحاذ إلى القضايا الثورية أو القضايا المعقضة على عكس الكتاب من أماكن أخرى لكن هو ينفس اهتمامه الإنساني أكبر يعني حتى زي ما جاء في بيان الأكاديمية أن جائزة نوبل تذهب إليه بسبب أعماله المصرحية وأعماله النسرية التي تستطيع أن تعبر عن ما يتعذر التعبير عنه وهو حتى دايما بيقول أنه لديه ما يقوله وفيه حاجة لازم تتقال حتى لو مش قادرين نعبر عنها يعني لو بتبقى فيه صعوبة بالتعبير الشفهي لكن من الإمكان بما كان الإنسان يعبر عن ذلك بالكتابة وده كان اهتمام يون فصة في كتاباته اللي ربما لا تتطرق إلى القضايا القبرى لكنها برضو بحسب توصيف الأكاديمية السويدية لأنها تستطيع التعبير عن كل شعور القلق وشعور الخوف والشعور بالعجزة الإنساني بأبسط الكلمات المعتادة لأنه بيمتاز قدرة عالية على تكثيف اللغة وعلى اختزال الكلمات بحيث أنها تعبر عن هذا المشهد بأقل قدر من الكلمات المعتادة من الحياة اليومية جميل جدا يهمني أعرف من حضرتك كمان ده فيه قد إيه انصاف للكتابة النرويجية وخاصة وخاصة أنه فاز بجائزة المسرح لكتاب المسرح بالضبط أولا هو رابع كاتب نرويجي يفوز بجائزة نوبل في الأدب ثاني حاجة الفكرة المهمة أنه جاء هذا الفوز السنادي انصافا لفن المسرح بشكل عام يعني الحياة النساء دي احنا محظوظين أن فيه من أعمال يونفصة مترجمة إلى اللغة العربية آه جميل لكن منها مصلحية واحدة بس اللي هي غالبا الكلاب الميتة هي الوحيدة اللي مترجمة مقابل بعض الروايات زي صباح ومساء وأحمر وأسود لكن الحياة طبعا ده يعني بيشير إلى أهمية كبرى إن احنا كمان لازم نكون عندنا اهتمام بترجمة المسرح لأن كل المهتمين بهذا الأمر يعرفون أن الميل لنشر الأعمال المترجمة بيتجاه تجاهها الأعمال الرواية أو النون فكشن ومش الكل دايما بيرحب بالمسرح فيمكن تكون هذه الجائزة هذه لما رحت لليونفصة تكون دافع أكثر لإهتمام النشرين بترجمة المسرح العالمي لقراء اللغة العربية جميل أنا سعيدة جدا بالمكالمة التليفونية والمداخلة التليفونية ديما حضرتك أستاذ إسحاء وأتمنى إن شاء الله أنك تنورنا قريبا في استوديو يحكي أنه بشكر حضرتك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة